اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث عما جرى من مسرحية هزيلة في العراق شاهدها اهل العراق والذين يهتمون بالشأن العراقي في كل المعمورة يوم 9-1-2022 مسرحية بدء اول جنسة البرلمان الجديد في دورته ومسمى الدورة الخامسة وتحدثنا عن هذا الموضوع وصلنا الى مساء ذلك اليوم بعد ان انقسم وهو منقسم اساسا يعني كانت من البداية هذه القوى السياسية القوى التي تسمي نفسها سياسية قوى العملية السياسية كانت قد انقسمت الى فريق وفريق اخر فريق تنسيقي وفريق معرف منه وبيت شيع وبيت سني وبيت كردي هكذا منذ عام 2003 هذه الصراعات موجودة والعملية السياسية في العراق قائمة على هذا الصراعات وبناءها الامريكي المحتل الامريكي لكي تكون بهذا الشكل وهناك دستور يسندها بهذا الاتجاه ويدفع بها بهذا الاتجاه وقوى وحساب وفكر وتوجهات يعني تستقفل من اجل هذه التوجهات لانه في حياتها عموما ما اندخل المساء واذا بالفضائيات تستضيف من يسمونهم خبراء في السياسة الخبراء في الاقتصاد وخبراء في القانون الدستوري والقانون الجنائي ولا اعرف ماذا والمحللين السياسي والكل يدلو بدلوه ومقابلات كثيرة والكل يتحدث عن هذا الفريق يدافع عن هذا الفريق والبعض يدافع عن الفريق الاخر وهذا الفريق يتهم هذا الفريق والفريق هذا يتهم ذاك الفريق والشعب يتفرج على هذه المسرحية الهزيلة يعني لا أدري حقيقة في نفس الوقت الشعب في حيرة هل يلطم أم يفرح أم يضحك أم يحزن ماذا يفعل على هذه وهو يشاهد هذه المجاميع الرثة المجاميع الهزيلة التي تمثل هذه الأدوار على هذا المسرح وبالتالي تسرك من العراقيين أحلامهم وحياتهم ومتطلعاتهم هنا من يتحدث الوطنية وهذا يدعى الوطنية وهذا يدعى الحرص وهذا يدعى النزاهة وهذا يدعى النزاهة والكل هم أدوات للتخريب والكل فاقدي للنزاهة والكل فاقدي للوطنية هذا هو وقع الحال فازوا أو خسروا الكل بهذا الشكل هذه هي الحقيقة والشعب يعرف هذه الحقيقة لذلك هو 85% من الشعب العراق لم يشارك في هذه الانتخاب من يعقلهم المشاركة في هذه الانتخابات لم يشارك وقاطعوها وكان على هذه القواء تفهم أن الشعب لا يريدهم لكنها انفهمت أو لا تفهم هي من البداية تعرف أن الشعب لا يريدهم لكنها تحاول الضحك على الشعب محاولة التضليم ومحاولة إجبار الشعب على بقائهم على الكراسي عموما من كانوا يتحدثون عن النطائفية ليست موجودة ونحن الشركاء وتوافق وهكذا كانوا يتحدثون طوال هذه السنوات وسمعنا هذا الكلام على لسان المالكي ولسان عيدر العبادي ومصطفى الكاظمي وغيرهم الكثير يعني عادل عبد المهدي وغيرهم كلهم يتحدثون بهذه اللغة والكثير والخزعلي وغير الخزعلي وكل يتحدث عن أنه الوطنية والأخوة وطائفية ماكو وفرق ماكو وإذا بهم مباشرة ينفجرون برؤى وفكر ويخرج كل هذا القيح الطائفي مباشرة إلى العلن الكل يريد أن يدلوا بدلوية علينا أقول أولاً أن القوى السنية التي شاركت في العملية السياسية والقوى الشيعية التي شاركت في العملية السياسية والقوى الكردية التي شاركت في العملية السياسية وغيرهم كل هؤلاء هم نفس القوى التي شاركت منذ عام 2003 إلى حتى لم يتغير شيء يعني القوى السنية التي دخلت في أول تشكيل وزاري بعد 2005 هي نفسها التي استمرار لها دخلت في 2018 و2020 وغيرها وبالتالي موجودة في 2017 و18 وبعدها وهي نفسها الآن والقوى الكردية نفسها والقوى الشيعية نفسها وبالتالي هذا هو الجو العام الآن أن تتهم أن القوى السنية تأتلف مع بعضها والقوى الكردية أتلفت مع بعضها والقوى الشيعية انقسمت هذه هي الكذبة الآن الكل تنظر إليهم يحملون بعضهم البعض مسؤولية من حصلة من الشرح من خسروا يحملونه الآخرين طرف الآخر مسؤولية خسارتهم ولا يعترفون أن الذي يخسرهم هو فسادهم وخرابهم ودمارهم وعدم وطنيتهم عدم احترامهم بالمواطن العراق عدم احتراهم للعراق عدم اعترافهم بالعراق ولاءهم للخارج هذا اللي يخسرهم الشعب العراقي يعني رفضهم ولفضهم خارج ويرفضهم كلهم جميعا هذه الحقيقة هم لا يعترفون بهذا لكن يرون أنفسهم أنهم أصحاب شرعية واصحاب قوى وفكر والشعب رائدهم ولكن اللي يخسرهم هم مجاميعهم اللي داخل العملية السياسية سنة الشيعة كرد معرف منه هذول انقسموا ذول من قسموا ولعبة سخيفة هزيلة رفة معيبة يعني تثبت مرة أخرى أن أمريكا ارتكبت جريمة كبرى بحق العراقيين في عام 2003 عندما احتلت العراق وجاءت بهؤلاء ليعكموا العراق بهذه الطريقة الرثة الغريبة العجيبة هذا طبعا ليس دفاعاً عن نظام جمهوري سابق ولا نظام ملكي سابق لكن في العراق رجالات كثيرة رؤوس كبيرة عقول كبيرة ناس وطنيين يعني ما شاء الله وهذا الرحمة العراقي ولود ويأتي بكل يوم بما هو جديد يعني بالتالي لا نستطيع إلا أن نأتي بهؤلاء مجموعة من السراق ونجموعة من المروجين للطائفية للفرقة للتمزيق للتبعية للخارج للتبعية للفكر الميليشياء والفكر الطائفي الفكر العصابي هذه هي الحقيقة فكر الفساد والخراب والدمار والصاطع سأنا العراق من سيئ إلى أسوأ وبالتالي هذه الصورة تظهر كما هي على كل الشاشات وواقع الحال هذا يثبت أن الشعب العراقي كان على حق عندما خرجوا كل ثوراته وآخرها ثورة تشرين وهذا الشباب اللي راح اللي سقط شهيد برصاص هذه القوى التي اليوم بعض منها فؤاز وبعض منها خسر هذا الشباب الجميل الرائع قدم دم له لهذا الوطن ولن يذهب دمه سودان أبداً ما يذهب هذا الدم ولا الذين اعتقلوا وجرحوا أكثر من ثلاثين ألف جرحوا من هؤلاء الشباب فبالتالي ثورتهم على حق وأصرارهم على الثورة على حق ورفضهم لكل هؤلاء والعملية السياسية على حق هذه العملية السياسية من جاء فيها من ينادي بالإصلاح من يقول أنا سأصلح من يقول أنه الوضعية غير شكل كذبة كبيرة أسس هذه العملية السياسية قامت على المحاصصة قامت على النهر قامت على الفساد قامت على الخراب ولا يمكن لبناء أن يبنى على أرض غير صالحة للبناء على رمال متحركة ما بني على باطل فبباطل هذا خلل بنيه في العملية السياسية في كل البناء السياسي الذي حصل في العراق منذ عام 2003 لحد الآن ومن يدفع ثمنه هو الشعب العراقي هذه هي صورة ما جرى سينتخبوا الرئيس الجمهورية ستكون الكتلة الأكبر وزراء وبالتالي سنصل إلى نفس النتيجة الصراع ربما انفجار الصراع ربما مؤجر قليلا لكنه آت آت والشعب سيزيح كل هؤلاء للشعب ثورته والشعب موعده هؤلاء لا يمكن أن يستمروا بدفع العراق إلى الهاوية بهذه الطريقة وقت هذه الحلقة قد انتهى أشكركم شكرا جزيلا وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة